ترجمة نانسي قنقر اي واي two and i three ادي اي وان دا الكيرنت اللي يخرج من البطارية العلاقة ما بينه و i4 بكل بساطة ال current اللي هيمشي كده ده total current اللي خارج من البطارية في ال parallel current بيتوزع اذا بكل بساطة i2 plus i3 equals i1 يبقى هنقول له i1 equals i2 plus i3 جميل اعلقت بقى i1 تعال نمشي وراه current خارج من البطارية كده 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 جزء منه هيتفرع كده وجزء منه هيتفرع كده في جزء هيمشي هنا يتلموا تاني هنا current i3 و i2 هيتجمعوا تاني هنا ويطلعوا على i4 اذا i1 هي هي i4 بس i1 قبل ما يفترقوا و i4 بعد ما اتجمعوا تاني وهيرجعوا تمام مهم جدا انك تكون فاهم ايه اللي بيحصل في ال parallel و ايه اللي بيحصل في السيرس